يقول قد يحتج محتج باستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك فالله عزبين ذلك قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن وعدة وعدها إياه ثم ترك ذلك إبراهيم عليه السلام لما علم أنه من أصحاب الجحيم فتركه ما استمر يدعو له أو يستغفر له نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم